السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل حال شباب شرطكم بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بالحلقة اللي عناها اليوم عنا مباراة شطرنجية رهيبة جدا بوبي فشر بالعب الأبيض ضد لعب اسمه بيتر ديلي بوبي فشر كنا بنعرفه بس انا بحب بداية كل فيديو اعطيك معلومة مميزة جديدة ممكن انت ما كنت بتعرفها بوبي فشر هو على زمن ولما كان هو عايش صار اصغر جراند ماستر بالتاريخ يعني هو صار اصغر جراند ماستر بعدين اجو الاجيال اللي بعده وكسروا الرقم تابعه بس عجيله هو كان الاصغر واحد اكبر انجازاته انه فاز ببطولة العالم للشطرنج بال 1972 وكما انه انجازات كتير رهيبة الجدير بالذكر منن انه كان فيه بطولة اسم بطولة امريكا للشطرنج الفكرة انه بتاريخ امريكا النعب الوحيد اللي قدر انه يكسب هاي البطولة ويجيبه 11 من 11 هو بوبي فشر وليومك هذا في جائزة بيسموها بوبي فشر يعني جائزة بوبي فشر اللي بيكسب 11 من 11 هي جائزة مميزة اضافية بيعطويها لو فعليا فاز كل الجيمات هاي كانت نبذة صغيرة عن بوبي فشر لو انت ما بتعرف عنه كتير وبترجل كل اللي انا بعرف عنه انه هو انترنشنال ماستر خلونا نبلش بالجيم بوبي فشر بلش بنقدر يفور طبعا هالا الجيم اللعب بال1967 وستين C5 الدفاع السقلي نات F3 D6 و D4 الopen variation CX D4 نات X على D4 نات F6 طالب الجندي نات C3 حام الجندي وهون النات على C6 هذا بيسموه ال Classical Variation طبعا هل ندرسه في غيره بس اختار هون صاحبنا ال Classical وهون في نقلة جدا جميلة اللي هي بشوب سيفور هاي النقلة بيسموها الفشر اتاك او فشر وسنوزي لانه كانوا هاللعابين يلعبوا هاي النقلة والفكرة منها انه انا بحطه الفيل بيكون فيه الممتاز جدا ضغط على ال F7 وانا بجهز للتبيت وببلش اجهز ل F4 A6 عساس انه يعني يطلع الفيل الاسوأ تبعه ويحاول انه يحد من نشاط هذا الفيل ويسكر عليه بس هون رجع بو بفشر وشوب على ال B3 وشوب على ال B3 ضروري تلعبه وضروري تكون عارف ليش احنا نلعب بشوب بيثري الفكرة انه الاسود دم ما يلعب سيفا بدفاع السقل لانه نلعب D4 فهو بيأكل فبيفتح حمود السي فخصمك راح يجيب بشوب D7 روكسي اتاوي يعني حتى كوين سي سبن فراح يصير فيه مشاكل عادل فيه لغير انه احد اهداف الاسود بس دفاع السقل لانه يلعب D5 فلما يلعب هو D5 بصير فيه لك مطلوب فانت بتريح حرك من بداية وبتحطه على B3 امن معزز مكرر A6 انا اشألت مكرر هي مكرر A6 وهون بلش بشرب الهجوم تابعه ولعب F4 فكرة F4 ما انه انا لعب E5 ولا شي بس فكرة انه لعب F5 لش F5 هون نقلة انترستينغ ونقلة قوية لانه بتفتح لفيل بتضغط الهجوم للF7 وبتعامل هجوم رائع جدا كوين على A5 هون من delay صاحبنا وتبيض قصير من فشر اكل على D4 واكل على D4 كمان مرة بالوزير وهون الاسود لعب D5 وهون بديك توقف الفيديو وقف الفيديو جد وفكر وحكي لي هل نقلة D5 هون تعتبر نقلة خاطئة ولا تعتبر نقلة صحيحة اتمنى جد تكون وقفت الفيديو وعشان هذا تزيل اكتب لها بالكومنتات هل هي غلط ولا مان غلط هين نقلة غلط معنو بيين انو هي طالبة مثلا انو يأكل على E4 وطالبة بشوب C5 بس الفكرة انو هون يعني الابيض كمد بشوب E3 والابيض هيجي بشوب E3 بالحالتين يعني هو بالحالتين هيك كان هيجي بشوب E3 بشوب E3 بتمنع بشوب C5 هون بهالوضع لو الابيض فكرة انو هون الاسود تورط صح ولا لا انو لو انت بهالوضع اكلت مثلا لو انت بهيك بتشيك او الملك لستهب نصر رقعة بشوب فتورط لانو هون احتى الطالب اكل فاكل هو نايتكس E4 نايتكس E4 جي تايتكس E4 وهن بتيجي الفكرة والابداع من بوبي فشر F5 F5 فهدف انو انا افتح الوضع على ملك خصمي افتح حمود F و افتح للفيل هذا يصير فعليا هن اثنين باربين على جندي F7 كمل هو هون كوين على بدي يكسر وزراء طبعا طول ما انو هو حس حالو مضبوط وحس ملك بنصر الرقعة اكيد هيكس وزراء هون اكل Ftx E6 ليش Ftx E6 كيف لو انت هون بدك تاكلني انا باكل مع كش يجي هون باكل وبصير عندي جنديين زيادة يعني هون تاك 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 عندي جندي زيادة عفون بس هل هيسقط وغير انو Fc4 و Fc4 و يعني انت شوف 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 يعني شوف الديش هالوضع سيء كل القطع ما منتشرة الا الملك يعني تخيل انت ما يكون عندك الملك هو الوحيد المنتشر والملك مفروض يكون امن مبيت ما يكون منتشر فاكيد هون ما اكل الوزير فايت بااللاين ولاعب بشوف تاك اي 6 كمال بشوف تاك اي 6 كمان مرة ما بتقدرتك ولا انو فيه بشوف تاك اف 7 مع تشك فاكل اف تاك اي 6 وهون تاك تاك يعني هون بوبي بيورجيق قوة تكتيكو وبيثبت عن جد انو فعلا لعب اصطوري صراحة موقف الفيديو واحسب عاشر نقلات قدام شو بتلعب وبتجبر خصمك انو يسلم مستغلا عمود الاف ومستغلا الفشر التاك اللي قلنا عنو روكتيك اف اي تتشك الفكرة هون انو الفيل هي القطع الوحيدة اللي حامي الوزير انا باكل وزيرك وبتخسر فانت هون مجور انك تاكل كوين تكس الفيت وهالي صار بالجيم بس هون هون بوبي فشر لعب نقلة وسلم بيتر النقلة هي كوين على ال اي فور تشك طبعا هلا انا معلم كنت بنقلات شو احتمالات الاسود بس خلينا نرجع لورا ونشوف شو بصر لو اكل كوين تكس افور طبعا لو اكل كوين تكس افور هو طالب جنديين عنده تعويض ا وضعهم افضلية ا بس خصمه عنده كوين اي حامي وحامي رح يبيت النقلة الجاي احنا ما بدنا احنا بدنا شي بيكسب على طول كوين على افور تشك هون نقلة بتكسب على طول لان ذو الاسود هون ما بيغدر يجي لكين تشك على الأف سبن لو انتجت كينج اي سبن فانا بكش بالفيل سكيور ولوزير راح لو انا انتجت كينج أف سبن بكش بالقلعة ولوزير راح كمان مره فما تم غير نقلة كينج على الدي ات وضيف هنخليها للاخر كينج على الدي ات هون بكش من الدي وان كينج على السي بك الشك من السي فور إجباري تيجي هون وبنزل الروك على الدي سابن الفكرة الهون في تهديدات يعني في تهديد تشك متبوعة بكشمات النقل الوحيدة اللي تمنع هذا التهديد هي كوين سي ايت سبعد بشب افور تشك كينغ على ال اي سابن كوين دي فور جي سيكس ممنوعة إجباري تغطي بالوزير فعليا هي كشمات فخلينا نرجع على اخر احتمال عندنا اللي هو بي فايف لو انت بتلاحظ بعد نقلة بي فايف هلأ انا ممكن ااكل كوين تيكس اي فور والفكرة انه انت ما عندك وقت تيجي كوين اي سابن نفس المثال اللي قبله انت بعد ملعب بي فايف ضعفت القلعة وضعفت الوتر هون انا طالب ااكل القلعة وطالب ااكل ال اي سكس بعدما تجيب القلعة على دي ايت باكل او عفوان ما باكل هون كوين سي ساكس اللي نقل بتكسب انه بعد روك دي سابن هلا بهذا الوضع الفكرة انه كما مره لو تيجي هون او هون من عيد نفس الفيلم فاجبار يتغطى روك دي سابن روك دي وون رابط القلعة وطالبه بنفس الوقت او ما رابطه هي كانت مربوطة اصلا بس طالبه كوين على الاسابة نحامل القلعة النقلة الوحيدة وهون النقلة يعني سايلنت كيلر بيسموه القاتل المجهول او القاتل الصامت في شبه على البي سكس الفكرة هون انه انت ما بتظر تبيت انه بتخسر القلعة بباسكلي يعني وانا طالب ان هون اكشك فلوك تيجي هون ممكن انه انا اكل بالفيل فكوين سي ايد تهديد ما ادو حل لو طلعت كينج اف سابن باكل القلعة وبتخسر الوزير جيم جدا رهي بصراحة ويعني اسلوب جدا جميلة من بوبي فيشر وبيورجيك فعلا اديش مستوى كان عادي وانا كتير استمتعت بهالجيم واستمتعت وشوفنا شنون نقلة تي فايف فعليا هي اللي خسرته القيم لصاحبنا تللي من السفاري انه انت لما تحسب نقلة لا تحسب انه ان اهلأ طالب بعدين ربك بيسر لا احسب انه خصمي ممكن يلعب شو بيث لي فعليا راح اطورط انا وفعليا هالي صاروا القيم فهذا كان القيم كان قيم جميل صراحة انا كتير حبيته احكوا لي شرائكم القيم وشرائكم ببوفشير عامة ومنهاية اشكركم اشكركم على متابعتكم سبحانك الله ومن بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة